دايماً يعني أفضل حاجة ممكن الإنسان يأملها في حياته أنه يبني أسرة سوي يعني الفلوس بتروح والشغل اللي بيروح وييجي زي ما بنقول والإنسان بيصل لسن المعاش وبيتقعد لكن الحاجة اللي بيبنيها فعلاً وفخور بيها قوي في المستقبل أنه بنى أسرة سوي ربّى أولاده كويس علّم أولاده كويس زرع فيهم القيم والمبادئ بتاعتنا إزاي نقدر نعمل ده وهل مفروض أن الأب والأمة قبل يعني الشباب عمتاً قبل الجواز يجهزوا نفسهم لأنه هم لما هيتجوزوا هيبقوا مسؤولين عن أطفال فيبتدوا يتعلموا إزاي نبني أسرة سوي أكيد أول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم وعلى الله هتابع ودعوها بعد كلنا بندور على عاوز أعمل صدقة جريالية بعد الموت فأروح أحطه فلوسي في مستشفى في مسجد في كل دير مية في الشارع في أي شكل من أشكال الصدقة الجريال وهو ما يعرفش أن أنا عندي أساس الصدقة الجريال ابني وبنتي في البيت هم دولا الصدقة الجريال الأولى بتوعي أنا اللي ربنا تبارت على يوماً قيامة ينفعني بيهم ما رأيش أدور بره على الصدقة الجريال وأنا عندي في البيت أولادي الصدقة الجريال أكتر حاجة بتخلي الإنسان عنده فكرة الشباب والبنات قبل الزواج لازم يعرفوا أنهم قادمين على مرحلة مهمة ومرحلة خطيرة جداً ألا وهي تربية أو تكوين أسرة يرضاها الله وتبارك تعالى ويرضاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الشباب والبنات مش فاهمين إيه القصة أو إيه القضية الله في القرآن الكريم تكلم عن الزواج وقال عنه بأنه ميثاق غليظ مش فاهمين يعني هو داخل كده وخلاص مش فاهم أنه هيكون مع أسرة وهيكون مع أولاد وهو مسؤول منهم أن الله تبارك وتعالى سيحاسبه عليهم القيامة حسن كده سيدنا رسول الله عاوز أسرة متماسكة مترابطة مطمئنة شكرا